تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق وفي بيان للوزارة أعلنت ضبط 103 قضايا تنمونية بمضبوضات أكثر من 984 طن لمواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وأشار بيان الداخلية إلى ضبط أكثر من 110 أطنان من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعمة فقد تم ضبط طني دقيق مدعم كما تم ضبط ما يزيد على 611 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 86 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء